كل دم نزف في قطاع غزة وكل بيت هدم على الساكنة وكل ولد قتل في مستشفى أو غيره وكل امرأة قتلت أو هجرت في قطاع غزة وكل من مات من الجوع والعطش وكل مريض مات بسبب قطاع الدواء في هذا القطاع دمه في أعناق حكام المسلمين وسيحاسبنا عليه بين يدي الله ويوقفون عليه في ذلك اليوم الذي يقول الله فيه هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون هم مسؤولون جميعا لأنهم قادرون على إيقاف هذه الحرب من أول يوم وتتذكرون أنه عندما قامت الحرب في أيام الشهيد محمد مرسي رحمة الله عليه قال كلمة في الإعلام قال لن نترك غزة وحدها ثم بعد ذلك مباشرة أرسل رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى قطاع غزة فتوقف القصف وتوقفت الحرب وبدأ الحوار وهذا أمر سهل بالإمكان أن يقوله رئيس تركيا وبالإمكان أن يقوله ملك السعودية وبالإمكان أن يقوله أي رئيس من رؤساء رؤساء بلدان العالم الإسلامي ولو قالوه لتوقفت الحرب ولكن هذا إنما هو توفيق من الله يوفق له من شاء ليتخذهم أولياء وليكونوا من أهل نصرة دينه والجهاد في سبيله ولو بكلمة واحدة يكون الإنسان مجاهداً ويحيي الله به الموتى ويشفي به الجرحى ويعيد به إطفاء الحرب التي تعهد الله بإطفائها فحروب اليهود كما تعلمون تعهد الله بإطفائها في كتابه فقال سبحانه وتعالى كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين بارك الله لي ولكم في القرآن العميم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم ترجمة نانسي قنقر